رائدتنا النهاردة هي رفيدة بنت سعدل أسلمي رضي الله عنها رضي الله عنها اتولدت في قبيلة بني أسلم من قبائل الخزرج اللي في المدينة المنورة يا بنات وكمان اشتهرت في بدايتها بأنها سهمت في الترحيب والتهليل بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة المنورة طبعا كان ده وسط سيدات الأنصار وأهم الصفات اللي اشتهرت بها السيدة رفيدة رضي الله عنها رضي الله عنها إنها كانت ممرضة ماهرة جدا وده كان بسبب إنها تربيت فعيلة لها علاقة قوية جدا بمجال الطب عارفين ليه كان والدها سعدل أسلمي ليه علاقة بالطب والدواء يعني هو طلع طبيب ايه؟ يعني هو باباها طلع طبيب فعشان كده هي طلعت في التمريد بالفعل كان أبوها سعدل أسلمي له علاقة بالطب والتمريد وقام بتعلمها أسس الطب واكتسبت كمان رفيدة رضي الله عنها من والدها العديد من الخبرات الطبية علشان كده السيدة رفيدة بقت متخصصة في الطب وكرست نفسها علشان تتعلم التمريد وتفيد به كل الناس وكل اللي كانوا في المدينة من المرضى وساعدت الفقراء والمحتاجين في الوقت دوة يا بنات كان الرجال هم اللي بيسيطروا على بعض المهام الطبية هتقولوا لي ليه يا جد هقول لكم كان في جراحات خطيرة جدا في الوقت ده زي بتر الأعضاء وقان الله وإياكم والجميع منها كانت شاقة جدا كانت النساء لا تستطيع فعل ذلك فكان الرجال هم المسيطرين على بعض هذه المهام الطبية لكن على الرغم من كده السيدة رفيدة رضي الله عنها اتمكنت من ممارسة مهرتها في المستشفى الميداني اللي كانت بتقام خيمتها خلال عدد كبير جدا من الغزوات عارفيني يا أولاد الغزوات بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقام فيها خيمات كبيرة جدا لتطبيب الجرحة وكان بيجي من ضمنهم جراحات صعبة وكانت السيدة رفيدة بتعالجهم فإذا هي داخلت في تلك المهام الطبية الصعبة داخل المستشفى الميداني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيؤمر بنقل الجرحة لخيمتها وتعودت رفيدة رضي الله عنها إنها تعالجهم بخبرتها الطبية وكانت كمان بتقوم برعاية الجرحة الجرحة من الجنود اللي كانوا على وشك الموت خلال الغزوات وكانت بتوفر لهم الأماكن اللي بتحميهم من الحرارة المرتفعة ومن التلوس وده كان بيدل على فطنة كبيرة بتعليم مهام التمريد عايزين تعرفوا معلومات تانية يا أولاد أيوة جدا بس أنا عندي سؤال إيه هو؟ هي زي السيارة وفايدة الإسلامية طورت مهنة التمريد هقولك الإجابة بس بعد الفاصل يلا بينا يلا بينا ها سؤالك كان إيه يا دكتورة صفي هي زي زي السيدة رفايدة الإسلامية طورت من خبرتها في مهنة التمريد السيدة رفايدة المسلمة رضي الله عنها طورت من خبرتها زي ما أنا قلت لكم يا بنات هي كانت مسؤولة عن التمريد وتطبيب الجرحة في الخيمة اللي كانت موجودة لعلاج المرضى والمصابين في الغزوات لأن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تعددت الغزوات وكان وقتها الأطباء بيقوموا بعمل زيارات تشخصية للمرضى علشان يشخصوا المرض ويوفروا العلاج المناسب لهم كان في كتير من المهام اللي هيبقى مشؤول عنها الطبيب وكانت السيدة رفايدة من هؤلاء الذين يطببون المرضى يعني من اللي قائمين على علاج المرضى وكان في الوقت دوت دور الممرضين مقتصر على الدعم النفسي والرحة الجسدية لكن هي اتعلمت وفهمت ازاي تعالج عارفين فهمت ازاي تعالج ازاي بانها تعلمت تشخص المرض الاول يعني تعرف سبب هذا المرض ولو عرفت السبب اكيد اكيد هتعرف تعالجه وده بالعلم يا بنات بالعلم اللي تعلمته وبالمعرفة اللي عرفتها وده طبعا قعدة لابد ان احنا نفطن ليها ونتعلمها وده اللي تعلمه كل من ارادوا ان يمتهنوا مهنة الطب والكلام ليكم يا بنات يلي عايزين تتعلموا المهنة دي لان المهنة دي اتطورت بعد كده كتير كتير من هذا العصر النبوي للعصور اللي بعد كده العباسية والاموية والعصور الوسطى الحصور اللي انتشر فيها الثقافة الاسلامية علشان نتعلم ونعرف العلوم وننفع بيها انفسنا وغيرنا اتبنى كتير من المستشفيات وابتكروا كتير من وسائل الطب الجديدة علشان يتعلموا يعالجوا بيها المرضى كل دوت كان تحت عين السيدة رفايدة وكانت بتحاول تتعلم كل اللي تعلموه الرجال وبالفعل اتعلمت وكانت على قدم المساواه معهم مين عنده سؤال تاني يا بنات انا نفسي من ناس كلها تعرف مين هي اول ممرضة في الاسلام انتو عارفين وانا بأدعوكم تمشوا على ضربها هقول لكم كمان لازم تعرفوا ان الممارسة العملية كانت مهمة لمهنة التمريد خلال استعدادات جيش المسلمين علشان يروحوا غزوة خيبر قامت السيدة رفايدة رضي الله عنها بتدريب مجموعة من السيدات علشان يشتغلوا في التمريد وبعد كده راحت مجموعة من السيدات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عشان يطلبوا منه الاذن في المشاركة وقتها قلت له اي السيدة رفايدة يا رسول الله نحن نريد الذهاب معكم والمشاركة في المعركة لعلاج الجرحة ومساعدة المسلمين بقدر امكاننا وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم اداهم الاذن بالذهاب وتمكنت وقتها الممرضات المتطوعات لاداء المهمة دي والعمل بافضل طريقة وقتها الرسول بعد كده قام بتخصيص جزء من غنائم الغزوة للسيدة رفايدة وده عشان يعترف بدورها الطب العظيم اللي كان بيعادل دور الجنود المقاتلين ده غير الخيمة اللي بناها الرسول للسيدة رفايدة وخليها شبه المستشفى الخاصة بها واللي كان بيلجأ لها الكتير من الناس حتى في غير الغزوات ده غير زيارات السيدة رفايدة للاطفال المرضى ببيوتهم وكانت بتشوف ايه اللي نقصهم وكانت بتساعدهم وبتطببهم ما كانش عمل السيدة رفايدة مقتصر على الغزوات كان كمان في وقت السلم بتتعاون وتواسي كل مريض ومحتاج وكانت بتنفق من مالها الخاص علشان تجاهس خيمتها بالمعدات الطبية والعلاج وكانت بتتكفل بالاطفال المحتاجين والايتام وبتساعد الفقراء والمعاقين عشان كده يا ولاد اقتحمت السيدة رفايدة مجال التمريض والتطبيب بشجاعة محدش سبقها ونقلت عملها لسيدات اخرى سيدات اخريات كتير خدوا منها العمل ده حتى ان سبعة من النساء دول امتهنوا مهنة الطب والتمريض في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسوة بالسيدة رفايدة رضي الله عنها وسيرا على نهجها يعني ايه؟ يعني تعلموا العلوم اللي هي علمتها لهم وبقوا بيطببوا الجميع زي ما هي كانت بتعمل ها عرفتي مين اول ممرضة وطبيبة في الاسلام ها ايو يا جدي عرفتم ايو يا جدي السيدة رفايدة رضي الله عنها رضي الله عنها وبيقوم فريق من كبار الاطباء بمنح الفائز بالجائزة حيث تمنح جائزة رفايدة الاسلامية رضي الله عنها في التمريض للطالب البارع في تقديم افضل رعاية وتمريض للمرضى اتمنى واطلب من الله ان اراكم تسيرون على نفس الضرب وتحققوا من النجاح ما حققته رضي الله عنها شبكة المجد القنوات الامنة للأسرة